يوم التروية اللي هو اليوم الثامن منذ الحجة وسمى يوم التروية لأن الماء ينقل إلى ميناء ليس فيها ماء فيتروى الناس هناك يشربون الماء فسمى يوم التروية وهو اليوم الثامن نعم توجه إلى ميناء أهلوا بالحج يعني أحرموا بالحج وقال أبيك كل منهم قال أبيك اللهم حجة وقد كانوا يشت تحللوا من العمرة لبسوا لباس الأحرام الإزار والرداء وأهلوا بالحج وتوجهوا إلى ميناء ترجمة نانسي قنقر